حيّ على الصلاة الموارد التي تسبب حرمة النكاح والزواج الرضاع الرضاع إذا كان شرعيا فإن هذا يترتب عليه الحرمة حيث يصبح صاحب اللبن أباً للمرتضع والمرتضعة والمرضعة تكون أمّاً للمرتضع أو المرتضعة إذا حفظنا ذلك أن صاحب اللبن أب للمرتضع والمرضعة أم رتب الأحكام الأخر آباء الأب آباءه صاحب اللبن يعني صاحب اللبن آباءه يصير آباء لمن؟ للمرتضع أمهاته أمهات لمن؟ للمرتضع آباء المرضعة وأمهاتها أذن أب آباء وأمهات للمرتضع بنات صاحب اللبن يعتبرنا أخوات للمرتضع والمرتضع كذلك بنات المرضعة هي أخوات للمرتضع وأخوات وأولاده أخوة لمن؟ للمرضع وهكذا البقية أخوان المرضعة يصرون خوالة أخوان صاحب اللبن عمامة وهو يصير خال بنات خوات وهكذا إذن هذا السبب شنه؟ الرضاع فعليه لا يجوز للمرتضع إذن أن يتزوج من بنات المرضعة مطلقا ولا من بنات صاحب اللبن مطلقا أيضا البنت لا يجوز لها أن تتزوج من أبناء المرضعة ولا من أبناء صاحب اللبن وهكذا تترتب عليه الأحكام إذن الرضاع الشرعي يوجب الحرمة لما نقول رضاع الشرعي يعني شنو؟ يعني مجرد أن يرضع قلنا خلاص صار أمه وصاروا خواته لا قد يرضع الطفل واحد الصديقة جاءت صديقته صاح قام صيخة أخذت رضاعته هذا ما تصير أم رأسهم فإنما هناك شروط معينة لازم تتوفر ذكرها الفقهاء وضعوا له من وحدة صاحب اللبن من وحدة المرضعة أن يكون اللبن ناتج عن ولادة شرعية مو أي إدرار لبن قد وحن ممت زوجة صويدور اللبن ما يفيد أو هي لا سمح الله ولدت بولادة غير شرعية من زنة ما ينشر الحرمة لازم ولادة شرعية أيضاً لا بد أن يكون الارتضاع بسمص الثدي أما تفرغ الحليب في مماية تعطي هياء حت له من صدرها ما دام طلعته من صدره وحقته في رضاعة ما يفيد لازم مباشر من الصدر أن لا يزيد عمره على حولين لأنه يكون عمر أكثر من سنتين لازم أقل هذه شروط شرعية طبعاً إذا توفرت نضيف لها المقدار الزماني أو المقدار الكمي يعني إما أن يرضع 24 ساعة ما يأكل شيء من عندها فتحصل حرمة أو أن يرضع 15 رضعة متوالي تحصله إذا الرضعة رضعتين هذه ما تعتبر فعلى كل حال إذن نقول أن الرضاع الشرعية من مجبات الحرمة ولهذا لا بد أن يكون هناك انتباه والتقيد وتنبه لعدم التسرع في موضوع الأرضاع وسنذكر بعض المسائل المتعلقة لاحقاً اشتركوا في القناة